طيب أنا أولا بتكلم في بداية الإنترو خالد بتكلم عن المهارة الفردية ومتلس انت ايه دلوقتي انت عندك هي مهارة التصويب على المرمى انت بتقول لي أن بشوتها وهي ماشية انت بشوف لك حنشوف جوان دلوقتي كمان وانت كور السبتة دلوقتي بيجي فاولات بالزوفة على خطة 18 حتى كورة السبتة زي كورنر والكور الجنبية بحاجة بيرفحها ده بيرجع لي ايه إيه اللي التدريب ودلوقتي فيه حاجة اسمها في علم الكورة التدريب الفردي التخصصي يعني لازم الحاجات دي لازم يبقى فيه تدريبات فردية تخصصية بحيث ان اللعيبة لان الموهبة مش زي زمان الموهب قلت يا كابتن يعني دي حقيقة ليه ما هي بقى قلت يعني مش احنا على ايامنا كان موهب كتير عندنا في النادي وفي الانديات تاني احنا كنا نروح نلعب مثلا الاسماعيلي ولا المصري ولا المنصورة لا فرق قوية جدا لاني فيها كم من اللعيبة كبير جدا نجوم دلوقتي ما مش كيف طب تشاهد من وجهة نظرك الموهب قلت ليه لاني فيش كرة شراف في الشارع ممكن ولا في المدارس ولا في الشارع ولا المدارس احنا على ايامنا كنا بنلعب في الشارع وبنلعب في المدرسة يعني انت اللي تماسك الاكاديميات في النادي الاهلي ايه ايه دي اول حاجة بتعملوها مع الولاد الصغيرين ايه انا ماسك مدير فني لاكاديميات النادي الاهلي طبعا الكابتن شطة هو رئيس الجهاز انا مدير فني لاكاديميات لا بنركز على يعني لما بتقعد مع المدربين اللي هما بيعلموا الولاد الصغيرين ايه ايه اول حاجة بتقولوه يعملها احنا احسن حاجة السنة دي اتعملت ان انا وحدت سياسة برامج التدريب على مستوى الاكاديميات حلوة اولا بمعنى ان الولاد بيتمرنوا على الحاجات اللي المفروض يتمرنوا عليها بتاخدوهم من الزير طبعا انت بتعلم اه طبعا مرحلة تعليم فبتاخدوا من الزير البال بتعدي على كل حاجة كزا مرة بحس ان الولد يقدر يستفيد منه فاكتر حاجة بنركز عليها المهارة المهارة بقى بشتى انواحها سواء التمرير سواء الابرات الاستلام السيطرة على الكورة التمرير والاستلام في استجابة من الولاد ها طبعا بس طبعا كل واحد على قد امكانياته على قد الموهبة اللي ربنا ندهي بالزبط